طيب ننتقل بقى من رمضان صبحي نرجع تاني اللعيب تزالك الحالية الموجودة في الفرح. نتكلم عن حمزة المسلوسة. عايزين نعرف ناس كتير بتتكلم عن ان مصير حمزة المسلوسة ممكن يكون يعني فكرة ان هو يكمل الموسم. معظم اللعيب. بلا ضعيفة شوية. بس برضو بنسمع ان يعني لسه بيتم لسه بيتم استخدام حمزة المسلوسة او ان هو لسه لسه بموجود ومتواجد مع الفريق. فهل حمزة المسلوسة متواجد مع الفريق الموسم القادم. معظم اللعيبة لاجانب اجهاد اه بشكل كبير جدا مش هيبقوا موجودين مع الزمالك. الزمالك هيدعم صفوته بلعيبة اجانب جداد. فالمواظم اللعيبة يعني سواء حمزة المسلوسة او محمد اونجم اه بشكل كبير جدا خلاص هيكونوا خارج الزمالك في الموسم الجديد. اه اونجم خلاص متفق مع الوداد ومخلص كل حاجة من بدري. يعني اونجم من لعيبة خلاص اللي حسم موقفه. هو كان اتكلم مع اقدارة الوداد وادارة الوداد اتكلمت معاه. هو حسم موقفه من بدري من اه شهر يناير ان هو يرجع الوداد الموسم الجديد. او نجمه وبيلاقي نفسه في نادي الوداد. انا كده نتكلم عن حمزة ايه بنتكلم عن محمد ونجمه حمزة المسلوسة. طيب بالنسبة لرزاق سي سي. ايه موقف رزاق سي سي يا عمرا? انا عارفة ان في قضية وفي يعني خطوات. والله بص يا جاد زي ما انت بتقولي رزاق السي كان في قضية اتقدمت من احد وكلاء اللاعبين. اه اه في اتحاد الكرة بيقول ان هو ليه مستحقات عند رزاق السي عنده اه بيقول ان هو ليه سبعين الف دولار وممكن يتنازل اه او اكسر من سبعين الف دولار يعني ممكن يتنازل عن بعض المستحقات وبعض الامور رزاق السي سي وفقا لمصدر مقرب له قال مفاجأة كبيرة جدا لنا قال لنا ان هو اه الشكوى دي تضمنت صور تيس كاريه يعني صور ما بين الوكيل واللعب خلال انتقاله ودي ما بتثبتش ان فيه مستحقات دي صور عادي اي حد بيتصورها فدي ما بتثبتش اه ان فيه احقال الوكيل في مستحقات فبعيدا انا يعني ان بقى كلام المصدر مقرب وان موضوع الصور ده اه اتحاد الكرة هيفصل في الموضوع وفقا لمستندات اللاعب لغاية دلوقتي مش عايز يتصالح في الشكل الودي لانه شايف ان الوكيل اللاعبين مالوش حاجة عنده يعني مالوش مستحقات عنده. هل المشكلة دي مؤسرة على مستقبل اللاعب معنات زمالك? لا مالاش علاقة بمستقبل اللاعب معنات زمالك دي وكيل بيقول انا لايه عند اللعب ده مستحقات كزا كزا هانا تكدد ان انا نسعدت في انتقالات واللعب بيقول ما فيهش دشوات دي صورة تسكرية يعني FRعيم لو الوكيل قدم مستندات يوم اتنين وعشرين لان القضية ماتحدد لها اتنين وعشرين لو قدم مستندات يوم اتنين وعشرين بتقول يا جهاد ان ليه مستحققات بتعطي الكرة يحكم لي.